شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرسم توقيع مزاكرة تفاهم بشأن درسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية وينص الاتفاق على درسة تطوير منطقة حرة على مساعة نحو 500 فدان حيث تضم الشركة موقعا جاذبا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانا على طول طريق القهر العين السخنة هذا وسيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قبل مواني دبي العالمية بتنسقي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المستهدفة في المنطقة والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة تتداول بالإضافة إلى الملابس والأحزية ترجمة نانسي قنقر